يا حامل القرآن قد خصك الرحمن من غرفة تجارة وصناعة دبي وننقل لحضراتكم وعبر شبكة قنوات دبي فعاليات المحاضرات الدينية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم واليوم آخر يوم من أيام المحاضرات الدينية وغدا بإذن الله سنبدأ مع حضراتكم فعاليات المسابقة الدولية للقرآن الكريم محاضرة هذا اليوم برعاية من مركز دبي للإحصاء المكتب الإعلامي لحكومة دبي النيابة العامة محاضرة هذا اليوم للدكتور سعيد بن مسفر القحطاني وعنوان المحاضرة الأمنيات المستحيلة أحول الميكروفون الآن إلى الزميل يوسف الحمادي ليقدم المحاضر فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل نعمته في رياض جنان المقربين وخص بهذه الفضيلة من عباده المتفكرين وجعل التفكر في مصنوعاته وسيلة لرسوخ اليقين في قلوب عباده المستبصرين استدلوا عليه سبحانه بصنعته فعلموه وتحققوا أن لا إله إلا هو فوحدوه وشهدوا عظمته وجلاله فنزهوه فهو القيم وبالقصط في جميع الأحوال وهم الشهداء على ذلك بالنظر والاستدلال فعلموا أنه الحليم القادر العليم كما قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وشفيع المذنبين محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وشرف وكرم إلى يوم الدين أيها السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أَوَلَمْ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجِ وقال سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات قال أحد العلماء اعلم رحمك الله إذا تأملت هذا العالم بفكرك وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج إليه فالسماء مرفوعة كالسقف والأرض ممدودة كالبسط والنجوم منصوبة كالمصابيح والجواهر مخزونة كالذخائر وكل شيء من ذلك معد مهيئ لشأنه والإنسان كالمالك للبيت المخول لما فيه فضروب النبات لمآربه وأصناف الحيوانات مصروفة في مصالحه فخلق سبحانه السماء وجعل سبحانه لون السماء أشد الألوان موافقة للأبصار وتقوية لها ولو كانت أشعة أو أنوارا لأضرت الناظر إليها فإن النظر إلى الخضرة والزرقة موافق للأبصار ومع كل هذا الذي أتيه هذا الإنسان يسعى الإنسان جاهدا ليحقق أمانيه ولكن هل هناك أمنيات مستحيلة؟ هذا هو عنوان محاضرة اليوم أدعو فضيلة الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني حفظه الله لإلقاء محاضرته مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله وبعد فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته وأسعد الله جميع أوقاتكم وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا الشهر الفضيل وفي هذه المناسبة السعيدة مناسبة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أسأله بمنه وكرمه وفضله أن يجمعنا في جناته جنات النعيم وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين أيها الأحبة جزيل الشكر وكثير الدعاء لراعي وداعم هذه الجائزة الدولية الكبرى وهو سمو الشيخ محمد بن راشد حفظه الله وأمد في عمره وزاده توفيقا وهداية وفلاحا وصلاحا هذه الجائزة وهذه المسابقة بدأت عملاقة ولا زالت تسير في ميدان العملقة وكل عام وهي تحدث وتجدد نشاطا وتبدي عملا جديدا يدل على عملقتها حتى غدت شامة في جبين دبي دبي التي عرفت بإنجازاتها الاقتصادية والعمرانية والعلمية لكنها عرفت بجائزة دبي على مستوى دولي فجزى الله الداعم والراعي خير الجزاء وجعل الله هذه الأعمال في موازين حسناته يوم يلقى الله أيضا الشكر موصول للمشرف على هذه الجائزة المستشار إبراهيم أبو ملحة ومن معه في إدارته على النجاحات التي يحققونها في رعاية هذه المسابقة الدولية والتي ظاهرها فقط أنها مسابقة قرآن لكن حينما يطلع الإنسان على أوجه النشاط المتعدد في هذه الجائزة يرى عجبا ولا يملك إلا الدعاء لهم بأن يتقبل الله منهم هذه الأعمال وأن يزيدهم تغفيقا وهدى وصلاحا وفلاحا الأماني كما يقال رؤوس أموال المفاليس لأنها تعود على الإنسان باليأس والحزن والأسأ ولا سيما إذا كانت هذه الأمنية في شيء قد فرط الإنسان فيه يعني كان بإمكانه أن يحقق هذا الذي أمامه لأنه أتيحت له الفرصة وكانت لديه الإمكانية لكنه فرط وضيع هذه الإمكانية وهذه الفرصة ثم تسبب له هذا التفريط وهذا ضياع في عذاب وفي دمار وفي نكال فيتمنى لكنها أمنيات مستحيلة ولا يمكن أن تتردد وقد جاءت هذه الأمنيات كثيرا في كتاب الله عز وجل اخترت منها ما يناسب الوضع والوقت وهي أربع أمنيات الأمنية الأولى ذكرها الله عز وجل عن الإنسان الذي انخدع بهذه الحياة واغتر بها ولم يعرف حقيقتها وظن أنها كل شيء ونسي العالم الآخر ونسي المصير المحتوم وما بعد هذه الحياة فحين يفاجأ بعد الموت ويدخل في العالم الثاني ويجد أنه قد ضيع وأنه لم يكن في باله ولا في حسبانه مثل هذه العوالم ولا مثل هذه النهائات هناك يقول يا ليتني قدمت لحياتي عرف أن الحياة ليست التي قضاها وإنما الحياة هي التي أمامها لأن الحياة الدنيا ليست إلا خطوة في رحلة الحياة وليست إلا لحظة من لحظات الزمن الطويل في الآخرة وليست إلا قطرة كما جاء في ذلك الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم وهو يقرب النسبة بين الدنيا والآخرة يقول ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم يعني في البحر ثم ينزعها فلينظر بما ترجع أنتم طبعا على الخليج تعرفون البحار بإمكان الواحد أن يجري هذه التجربة ويأخذ صحنا ويدخل أصبعه في البحر ثم يرى كم ترجع هذه الأصبع من البحر قطرة أو قطرتين هذه القطرات هي الدنيا التي نعيشها والمحيط هذا والخليج والبحر هو العالم الذي ينتظرنا ولهذا يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ولما يسألون كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم يعني ما هم متأكدين أنه يوم كامل بالنسبة لأيام الآخرة فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون هذه الحياة أيها الإخوة هي ميدان سباق وتنافس وعمل وحينما يموت الإنسان يحاسب على ضوء عمله في هذه الحياة وهذا الكلام ليس أساطير أيها الإخوة ولا خرافات ولا موروثات هذا كلام الله هذا عقيدة هذا دين مدعوم بالأدلة ومدعوم بالبينات بعث الله به الرسل وأنزل عليهم الكتب وبيّن لهم وأقام عليهم الحجج أن هذه هي الحقيقة وللأسف الشديد أيها الإخوة إن الإنسان لا يحزن ويشعر بالأسى والحزن حينما يرى معظم البشر في هذا العالم لا يعرف هذه الحقيقة يعرف كل شيء إلا مصيره ويعرف كل شيء إلا حقيقة هذه الحياة هذه الحياة أيها الإخوة ليست كما يفهمها الناس هي لغز محير حارت في فهمه العقول في القديم والحديث وعجزت كل الفلسفات والنظريات أن تحل هذا اللغز وعاش الإنسان في شقاء وفي عذاب وهو لا يدري من هذه الحياة إلا ما تدريه البهائم ولا يعرف منها إلا ما تعرفه البهائم شهوات البطون والفروج والذي قال الله فيهم وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُوا الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوَا لَهُمْ ويقول أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون أي عن الله إنهم إلا كالأنعام بل هم أظل سبيلا الله عز وجل هو الذي خلق هذا الإنسان ولا يستطيع الإنسان مهما كان ذكاءه أن يعرف دوره أو أهمية خلقه أو لماذا خلقه الله من عنده لأنه لم يأتي باختياره وإنما جيء به ولذا لم يترك الله الناس هكذا بل بعث إليهم الرسل وأنزل الكتب مبينا الغاية التي من أجلها خلقوا يقول الله عز وجل وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ وَيَقُولَ عز وجل وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُوا اللَّهُ فأنت لا تستطيع أن تعرف هذه الرسالة إلا من خلال الإيمان بالله وباليوم الآخر إذا تجرد الإنسان ولم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا بالقرآن ولا بالرسالة فمن أين يأتي العلم؟ سيبقى ضالاً تائهاً في هذه الحياة حتى يفاجأ بهذا المصير المحتوم وبعدين يقول يا ليتني قدمت لحياتي حياتي الذي أنضاها في الدنيا مضت وانتهت ونسيها وما هي إلا لحظات لكن حياتي التي تستقبله إلى أبد الآبدين والتي لا نهاية لها سواء في الجنة أو في النار يقول يا ليتني قدمت لحياتي قال الله فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة وهي التي عرفت قيمة الحياة والسجابة لله عز وجل واطمأنت إلى دين الله ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي هذه الأمنية الأولى نحن الآن في زمن الإمكانية وعندنا قدرة على أن نقدم لحياتنا ولن يعيقنا هذا التقديم لحياتنا أن نعيش حياتنا الأولى لأن هذا الدين ينظم حياتك الدنيا وينظم حياتك الأخرى لا رهبانية في الإسلام الإسلام لم يخرع لنا أن نترك هذه الحياة ولا أن نتلذذ بلذائدها ولا أن نتمتع بمتعها لا بل نحن أولى بها قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فما نخسر شيء بالإيمان فيلسوف بلجيكي اسمه باسكال أسلم يقول إن عليك قبل أن تقرر أن تؤمن أو لا تؤمن أن تنظر وتفكر فيما يمكن أن تربح بالإيمان أو تخسر ثم قال أنت بالإيمان تربح كل شيء ولا تخسر شيئا مهمة وبعدم الإيمان تخسر كل شيء ولا تكسب شيئا مهمة أجل من مصلحتك أيها الإنسان أن تعمل لدنياك وأن تعمل لآخرتك وتعمل بالحكم المنقولة عن عمر رضي الله عنه والذي قال فيها اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا هذه كلمة تمثل منهج حياة منسوبة إلى عمر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه محدث ملهم يقول صلى الله عليه وسلم فيه إن يكن في أمتي محدثون يعني ملهمون فإن منهم عمر كان يقترح الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يوافقه الرسول فقط بل ينزل قرآن يوافق عمر أكثر من واحدة وإحدى وعشرين حالة موافقات القرآن لعمر واحد أمريكي اسمه وليام كارت صنف كتابا ضمنه أشهر مئة إنسان أثر البشرية وذكر في مقدمة الكتاب أنه قطع على نفسه ألا يتأثر بجنس ولا بلون ولا بدين ولا بطائفة ولا شيء وإنما سيتأثر بالحقيقة أتدرون لما بدأ يكتب من جعل الأول محمد صلى الله عليه وسلم نحن لسنا بحاجة إلى شهادة فنحن نشهد أنه رسول الله لكن الحق ما شهدت به الأعداء لما هذا الإنسان يدرس حياة البشر من بداية وجود الإنسان إلى هذا العصر ثم يسرد ويدون المنجزات البشرية التي حصلت على أيدي البشر ثم يختار محمد صلى الله عليه وسلم ليكون الأول وبعدين قال قد تستغربون أنني أختار محمد ليكون هو الأول رغم أنني لا أدين بدينه وإنما دينه طبعا كان نصراني ولكن كما قلت لكم لن أتأثر بديانتي ولا بعاطفتي ولا بميولي وإنما الحقيقة طبعا جاب الثاني واحد اسمه إسحاق نيوتن هذا صاحب الجاذبية والتي عليها قامت كل العلوم الآن العصرية الثالث عيسى عليه السلام ثم بدأ يذكر الأسماء تصوروا اختار واحد في الخمسينات في الخمسينات عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني كون يختار النبي صلى الله عليه وسلم شيء مفروغ منه لأنه رسول ومصلح ومنقذ للإنسانية صلى الله عليه وسلم لكن عمر ليس رسول وليس مخترع وعقلية الأولى قبل الإسلام عقلية بدائية وأيضا جافة من بدائيته كان يعبد الصنم من التمر فإذا جاع أكله يأكل ربه تصوروا العقلية ومن قسوة إنه كانوا في كريش يأيدون البنات يعني بلغ بهم الحرص على النساء والعار إلى أن تجاوز الحدود وأي واحد يجيل بنت يدفنها وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم زعلان يتوارى من القوم ما يخرج على الناس ليه قالوا جالة بنت شوفوا العقلية طبعا هذه عقلية جافة ولا يمكن أبدا أن تستسير الحياة بهذا المنهج لأن المرأة هي شطر الرجل أو نصف الحياة بل بعض الناس يقولها المرأة هي كل الحياة هي أم الرجل وهي زوجة الرجل وهي بنت الرجل وهي أخت الرجل ولا دورها البارز ولا يمكن أن تستقيم الحياة إلا بوجود المرأة والرجل دفن بنتها لكن بعدين لما كبرت لأن أمها أثرت فيه فما دفنها حتى كبرت الناس عرفوا بدأوا يلومون أخذها وخرج بها إلى الصحراء وحفر حفرة وهي جالسة على طرف الحفرة وبعدين لما طلع كان التراب في لحيته فنفضت لحيته من التراب فأخذها وكسر ظهرها ودسها في التراب تصوروا هذا القلب جاء الإسلام ليزين هذه الغشاوة عن هذا القلب المتحجر وعن هذا العقل المتخلف وليبحر به في سماء العلم وسماء المجد وسماء الحكمة حتى سار محدثا وسار من المئة الأوائل في التاريخ صاحب القلب هذا القاسي يقول عبد الرحمن بن عوف يقول خرجنا ليلة أنا وهو نجسه يعني نفتش حوالي الناس وهو خليفة ما كان ينام ما كان عند عمر فراش قالوا له ألا تتخذ فراشا قال ما أصنع بالفراش إن نمت في الليل ضيعت ديني وإن نمت في النهار ضيعت رعيتي فما يرقد إلا عند حجرة ولا عند طرف شجرة ولا جدار المهم هذا عمر يدوخ العالم رضي الله عنه وأرضاه يقول مرينا على بيت وإذا فيه غلام يبكي يقول ثم ذهبنا ورجعنا وإذا بالغلام يبكي فتقطع قلب عمر ليش يبكي هذا الغلام وطرق الباب قال أسكتي غلامك فإنك أم سوء الولد يبكي ليه قالت كيف أسكته وعمر لا يعطي خراجا إلا للمفطوم فأنا فطمته قبل ينفطن عشان تأخذ من بيت المال يقول عبد الرحمن يقول فرجع عمر يبكي يقول ووالله صلى بنا ما عرفنا قراءة من كثرة البكاء وهو يقول ماذا تقول لربك غدا يا عمر قتلت أبناء المسلمين ثم نادى المنادي في اليوم الثاني أن لكل مولود خراج مفطوم أو غير مفطوم يا ليتني قدمت لي حياتي الآن أيها الإخوة قدم الآن كيف تقدم تقدم أولا العقيدة السليمة الصافية العبادة الصالحة السليمة المحسن فيها التعامل مع الناس مع كل فئاتهم الإنفاق في وجوه الخير مثل هذا العمل المجيد كف الأذى والشر عن الناس هذا اللي ينفعك بعد حياتك ولا مانع أن تأكل وتشرب وتسكن وتتزوج وتشتري سيارة من أفخم السيارات تسكن عمارة وفلة كل شيء كل هذا يا أيها الرسل وكلوا من الطيبات وعملوا صالحا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وشكولوا لله إن كنتم إياه تعبدون لكن المصيبة والكارثة حين يحب الإنسان هذه الدنيا وتستحوذ كل اهتماماته وأوقاته ولا يقدم لآخرته شيئا ثم يموت فيجد أنه مفلس ما عنده شيء الجنة تحتاج إلى عمل وهو قد ضيع العمل فيقول يا ليتني قدمت لحياتي هذه الأمنية الأولى أليس في إمكاننا نحن الآن أن نقدم لحياتنا نعم أجل لما ذكر الله لنا هذه الأمنية فيها إشارة إلى أن لا نفرط حتى نكون في مصير مثل المصير ذلك الرجل الذي يقول هذه الأمنية لكن بعد فوات الأواني الأمنية الثانية ذكرها الله عز وجل وهي تتعلق باختيار الصاحب فإن الصاحب ساحب والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالب وللزميل تأثير شئت أم أبيت فلا تصحب أخ الفسقي وإياك وإياه فكم من فاسق أردى مطيعا حين آخاه يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه وللقلب على القلب دليل حين يلقاه وللناس على الناس مقاييس وأشباه الصاحب له تأثير كم نعرف من شباب طيبين ولكن صاحب وناس سيئين سيئين إما انحراف أخلاقي أو سيئين انحراف فكري اعتنق الفكر الظالم الذي ليس الإسلام والذي شوه صورة الإسلام وأساء إلى الإسلام من حيث يظنون أنهم يدعون إلى الإسلام هؤلاء الذين يعملون مثل هذه الأعمال في الفكر المنحرف وقتل الأبرياء واستباحة الدماء وتشويح صورة الدين من يقبل دين بهذه الصورة التي يكدمونها الآن هؤلاء داعش وغيرهم الدين رحمة الله يقوله ما أرسلناك إلا رحمة ما هو لعنة ولا عذاب ولا قتل ولا ترويع ولا إبادة لا هذا ليس دينا شباب صغار غرر بهم من زملاء قالوا لا تبغى الجنة قالوا الله أبغى الجنة قال تعال أقرب طريق للجنة مش رحمة وودوه إلى هذا الفكر وضحى بحياته وضحى بآخرته ووقع في واقع الفتن والعياذ في الله كذلك بعض الفتيات تكون ملتزمة ومتدينة وطيبة مرباة تربية يعني أشاء الله راشدة ثم تحتك بفتاة أخرى وتزين لها الباطل وتفتح يعني عقلها على المنكر وعلى الاتصالات وعلى المعاكسات وعلى الأمور التي لا يعني تحمد عقباها حتى تظل وهي الزميلة أو الزميل أجل اختر اختر صديقك والنبي صلى الله عليه وسلم قد وضع لنا منهج في هذا والحديث في الصحيح قال مثل الجليس الصالح كمثل بقع المسك إما أن يحذيك يعطيك وانت جالس جاء واحد يشترى وقطره يعطيك أو أن تشتري تقول عطني من هذا الطيب أو أن تجد ريحا طيبا فأنت تكسب مع صاحب الخير ما تخرج إلا بخير قالوا مثل الجليس السوء كنافخ الكير نافخ الكير الحداد الذي كان يصنع السكاكيين ويصنع الصناعات أولية كان يصنعها عن طريق النار وينفخ فيها بالكير ويحرق القرون والروث فتنبعث منها روائح سيئة اللي يجلس عنده يخرجه رائحة سيئة ليه لأنه جلس مع صاحب نافخ الكير فأنت عليك أن تختار الصديق ولا تكون في مثل هذا المصير الذي سوف أذكره وهذه الأمنية يقول ربنا سبحانه وتعالى حكاية عن رجل اسمه عقبة بن أبي معيت ويوم يعض الظالم على يديه طبعا ورط فيندم والإنسان من طبيعه إذا ندم على شيء عظه صبعه كذا يقرع سنة لكن هذا ما يعظه صبعه يعظ يديه يأكلها ورد في التفسير أنه يأكل يده حتى ينتهي إلى منكبة ثم ينتهي إلى الثانية فيزرع الله الأولى هكذا يعرش يأكل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أظلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا يا ليتني لم أتخذ فلانا فلانا هنا نكر مجهول يدخل فيه فلان ذي كل واحد يدخل فيه الشريط ويدخل فيه الكتاب ويدخل فيه الزميل ويدخل فيه الزوجة ويدخل فيه القناة ويدخل فيه الأغنية أي شيء يظلك عن الله سجل تحت فلانا وانتظر النتائج يجب أن تكون جميع وسائل التأثير عليك كلها طيبة لا تسمع إلا كلام زين ولا تنظر إلا إلى منظر حلال ولا تتكلم بلسانك إلا فيما يرضي الله احذر من هذه المؤثرات لأن بعضهم يقول أنا بطالع عليك لا تطالع خلاص تأثر قلبك إن السمع والبصرة والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا من أين نكتسب معارفنا إلا بما نرى وبما نسمع وإذا أردت أن تعرف واحد قل له علمني إيش تشوف وإيش تسمع إذا قال أشوف الباطل وأسمع الباطل إيش يكونه حامل الباطل لكن إذا كان يشوف الحق ويسمع الحق سيكون من أهل الحق فاختر يا أخ الكريم صاحبك وإن لم تجد صاحبا طيبا فالوحدة خير من جريس السوق بينما لا تخلو الأرض من قائم لله بحجه ستجد الصالحين كثير والحمد لله وإن ما وجدت في البشر ستجد في الكتب وستجد في النت وستجد في القنوات كنا في الماضي نصيح من القنوات ونقول إنها كلها وسائل تأثير فاسدة الآن جاءت القنوات الهادفة والإعلام الهادف وبدأت القنوات الحمد لله تحمل الهداية والدين والدعوة وأصبحت هذه الوسائل بدل ما كانت كلها ضر أصبح فيها نافع وفيها ضر ومن الذي يختار أنت أنت جارس أمام التلفزيون والريمونت في يدك اختر صاحب من الصاحب الممثلة لا الأغنية لا هذه ما تنفعك أنت نفسك عارف أنها ما تنفعك لكن برنامج سليم قرآن كريم حديث موعظة هذا اللي ينفعك اختر لا تقول لا أنا ما أقدر لا أقدر لأنك بعدين تندم يا ليت ان اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا فاتخذ من الآن مع الرسول سبيلا وسبيلك مع الرسول صلى الله عليه وسلم الاتباع لأن الله يقول وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله فأنت سبيلك مع الرسول الموافقة والطاعة ليش ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا لا تكن ممن يشاقق الرسول انتبه ولكن كن ممن يتخذ سبيلا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بأن يكون قدوتك في هذه الحياة وتمشي على منهجه وتتبع على سنته وتعيش مدافعا عنه هذا سبيل النجاح في الدنيا والآخرة هذه الآية الثالثة الإنسان وهو يعيش أيها الإخوة يعيش وهو مراقب ومحاسب ولا يخفى على الله منه خافية وله كتاب يدون فيه عمله انت اللي ادون ما يحطون في كتابك حسنة ما له لك ولا سيئة ماهلك أبدا الملائكة مؤتمنة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قول طيب يسجل هذا قول سيئ يسجل هذا كل شيء يسجل وهذا الكتاب يحمل معك إلى أن تموت وإذا موت ينتقل معك مثل الآن الموظفين في الدوائر الرسمية أنت تعمل مثلاً في وزارة ثم تنقل إلى وزارة ثانية ترسل ملفاتك معك ويطلعون في الوزارة الجديدة على ملفاتك إذا كلها خطابات شكر وتقديرات مرتفعة وثناء قالوا والله هذا إنسان حقيقي يعني يفرح لكن إذا كانت كلها لوم وتوبيخ وخصم يعني أعوذ بالله كتاب تنبيهات قالوا والله هذا ما ضيه بطال هذا كتابه وخربان مثل وجهه ويتعاملوا معه على ضوء كتابه يقول الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنوكه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً اقرأ كتابك انت اللي أم لا انت كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً من اهتدى فإنما يهتدي لنفسك ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزروا وازرة المزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولها شوفوا يا أخواني عظمة هذا القرآن هذه الآية الحال هذه تبينك كيف تعيش إنك مسؤول عن كل تصرفاتك لا تحمل مسؤولية لأبوك ولا العم كل الجد كل المجتمع لا والله أنك أنت المسؤول لأن أعطاك عقل وأعطاك منهج يموت الإنسان ويجري الحساب له وتنشر الدواوين والكتب فآخذ باليمين وآخذ بالشمال من الذي يأخذ باليمين اللي كان ماشي في اليمين اللي كان ماشي صح ما كان يعكس السير وما كان يقطع الإشارات وما كان يرتكب مخالفات ما شي صح ما أحد يقول له ولا شي يستلم كتابها بيمين ويرى فيه أعماله الصالحة يرى فيه عقيدة صافية وعبادة صالحة تعامله بالرهب والدي إحسانه لجاره إحسانه في زوجته إحسانه لأولاده حبه للخير يقول التي هي أحسن ما يقول كلمة بطالة لأن الله يقول وَقُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَمُنُوا يَقُولُ اللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وأحسن أن أفعل التفضيل يعني أفضل شيء عندك إن الشيطان ينزغ بينهم فلما يشوف هذه الأعمال التي عملها في الدنيا وحفظها الله له وأعطاه إياها وأخذها بيمينه يقول ها أم وقرأوا كتابيه يفاخر به مثل الطالب اللي ينجح في المراحل الابتدائية قدامه وحنا صغار كنا لذا نجح الواحد أعطوه شهادة ويروح يبشر بها حتى لي ما يعرف والله أني كنت هنا صغير في السوق أقول تراني ناجح طيب يقول لي الرجال واش عليه منك لا يعرفني هو لا يدري عني لكن من فرحتي أعلم الناس حتى اللي ما يعرفوني أقول شوف شهاد دي ايه نعم ها أم وقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاقن حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية هذه الأيام هي الآن خالية لكننا نحن نملأها نملأها بما ينفع أو بما يضر واللي يكسب أنت واللي يخسر أنت وأنت أعرف بنفسك أيها الإنسان طيب وأما من أوتي كتابه بشماله ايه في ناس كانوا يمشون غلط يمشون في الشمال يعكسون السير لك مسار ترى لا تعكس السير فيه لأن المراقب لك هو الله نحن الآن نوقف عند الإشارات لأن فيه كاميرات وإذا مشينا في الطريق العام نشوف كاميرا سرعة المحددة مية مية طيب كذلك وأنت تمشي إلى الله ترى فيه إشارات وترى فيه سرعة محددة في أماكن لكن في أماكن مفتوحة السرعة وهي العمل الصالح سارعوا إلى مغفرة من ربكم سابقوا إلى جنة عرضها السماوات والآل هؤلاء الذين يمشون غلط يحاولون أن يأخذوا الكتاب باليمين فتضريبهم الملائكة على المنكب في التطيح يمين هلاص ما عاد معك يمين دور غيرها فما يبغى يأخذ بشماله لا ينسى اليوم الثلاثاء يوافق السادس من السادس نعم السادس من شهر رمضان طيب قبل الأسبوع الثلاثاء الماضي تذكر شيء مما حملت ذاك اليوم الآن من تغديت عنده؟ انت معزوم ولا في البيت؟ ايش نوع غدى اللي تغديت؟ من قابلت؟ ايش سويت؟ صليت في الوجر في مسجد ولا؟ نسينا لكن الله ما ينسى أحصاه الله ونسوه فإذا شاف كل شيء شاف الشرك شاف الخرافة شاف البدعة شاف ضيع الصلاة شاف قل الدين شاف عقوق الوالدين شاف التعامل السيئة مع المرأة شاف العنف والقسوة على الأولاد وشاف الأساءة إلى الجيران كل شيء مسجل إذا شافه يسود وجهه ويقول يا ليتني لم أوت كتابي يقول الكتاب ذا ليتني ما شفته ولا طرح عليه يا ليتها كانت القاضية يقول ليتني مت ولا رجعت ما أغنى عني مالية لأنه في الغالب لا يلهيك إلا المال أو السلطة ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانيا ويقول الله للملائكة خذوه خذوا هذا المجرم فغلوه والغله ووضع القيد في اليدين والرجلين والرقبة ثم الجحيمة صلوه صلوه يعني لها معنية في التفسير أي أوصله والمعنى الثاني وهو الراجح صلوه أي أشوه من الصلو ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه تدخل من فمه وتخرج من دبوره حتى يتشوى في النار كما تتشوى دجاجها في المشوى يقول في الحديث والذي نفس محمد بيده لو أن حلقة من هذه السلسلة وضعت على جبال الدنيا لأرفضتها فكيف سبعين ذراعا وكأنه واحد يقول يا ربي ليش هذا العذاب كله قال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم هذه مشكلتها ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئة هذا كتابك احرص أخي الكريم أن لا تضع فيه إلا شيء ينفعك وكل ما حرم الله عليك وتعرص عليه ترافيب دائل أحسن منه حرم الله الزنا وأباح الزواج حرم الله الرباء وأباح البيع حرم الله الخمر وأباح العصيرات الطيبة ما في شيء حرمه الله إلا ولا بديل أفضل أجل ليش أنا أقعد في الأسوأ وأنا أعرف أني في الأسوأ مسجل علي أجل أنا عدو نفسي حينما أكتب في كتابي شيئا أتمنى يوم القيامة أنني ما أخذت الكتاب يا ليتني لم أوت كتابي نحن نعمل الآن والملائكة تسجل وغدا نستلم الكتب والشهادات إما باليمين وإما باليسار الثالثة أو الرابعة والأخيرة هذه ذكرها الله عز وجل عن الكفار حينما يدخلون النار فيقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول يوم تقلب وجههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول طبعا أطعنا ممكنة تستطيع أنك تطيع الله عز وجل بدون أي كلفة وفي أي ظرف حتى في الظروف التي لا يمكن أبدا أنك تطيع الله مثلا في مجتمعات ما نقدر تطيع الله ما جدت تصلي تصلي بأي وضع تكون مريض تصلي وأنت مريض ما في ظرف يحيط بك إلا لك مخرج عند الله حتى لا تقول والله أنا ما أقدر أطيع الله أنا ما أقدر أغض بصري إلا تغض بصرك لكنك تحب الشهوات المحرمة ما أقدر أبطل أغاني تقدر غيرك شباب مثلك قدروا ليش لكنك أنت ضعيف أمام شهوتك ما تقدر تترك الخمر طيب الناس عايشين بدون الخمر واحد من الشباب لقيته عند باب الجامعة وإذا به يدخن لما شافني رديده وراء خرج بره لأنه ممنوع عندنا في الجامعة جامعة أم القرى وممنوع التدخين فخرج بره يدخن وخلى المحاضرة ولما جيت أنا وقفت شفته وقفت سلمت عليه سلم عليه بليمين قلت أشوفي إيش اللي فيديك الثانية إيه نعم قال دخان قلت أسألك سؤال قلت فضل قلت هو الدخان صح ولا غلط قال لي غلط ما حد في الدنيا يقول الدخان صح حتى الشركة الصانعة الشركة اللي تصنعك كتبت عليه حتى الدخان يضرب صحتك إنه غلط كل طعام له صلاحية تاريخ الانتاج تاريخ الانتهاء إلا الدخان خربان من يوم صنعه وكتبوا عليه أنه خربان ومع ذا نشربه لأن ما في عقل قلت له طيب انت شاب الآن في أول حياتك وفي الجامعة وتضع رجلك على أول عتبات الحياة تبدأ غلط تبدأ بالدخان يا ولدي تدري إيش معنا البداية غلط قال لا قلت يعني النهاية غلط اللي يبدأ صح تكون نهايته صح ليش تبدأ بالدخان قال ما أقدر قلت إذا جار رمضان تقدر تصوم قال أصوم قلت تدخن قال لا قلت ليش قدرت إرادة الآن بعض الناس تجده يفطر على تمره وسجارة لو تعطيه مبلغ تقول له خذ السجارة ذي قبل المغرب برعشر دقائق يقول لك لا ليه إرادة لكن لما أفطر أفطر على الحرام الدخان حرام في الصوم وفي غيره لكن ضعف الإرادة فأنت تستطيع أن تطيع الله وأن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن تندم على هذه الطاعة والله ما تندم ما يندم إلا الآخرين قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين لنأخذ العظة من هذه المواقف ولا نضع أنفسنا في شيء منها لنتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونختار الرفيق الصالح ونمشي في الطريق الصحيح حتى نأخذ كتبنا بأيماننا ونطيع الله ورسوله وبالتالي نكون سعداء في هذه الحياة وسعداء عند الموت وسعداء في القبور وسعداء في عرصات القيامة ثم نسعد السعادة الكبرى حين ندخل جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظ قلوبنا وأن يهدينا سواء السبيل كما أسأله سبحانه أن ينصر دينا ويعلي كلمته اللهم أحفظ لهذه البلاد المباركة أمنها وطمأنينتها ووفق ولاة أمورها لما تحبه وترضاه اللهم أرفع الفتنة عن إخواننا المسلمين في العراق وفي الشام وفي مصر وفي فلسطين وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين اللهم اجمع كلمتهم على الحق وولي عليهم خيارهم وارفع الفتنة عنهم إنك على ذلك قدير اللهم تكبل صيامنا وقيامنا وقراءتنا وصالح عمالنا وتجاوز عن تقصيرنا وعن سيئاتنا واجعلنا من الراشدين والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لفضيلة الشيخ حقه الله شكرا لحضوركم وذكر فقط بأن من الغد إن شاء الله ستبدأ المسابقة فنرجو من الجميع إن شاء الله المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة